بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بدأ العد التنازلي لتسليم المسيرة التركية أكنجيتها للقوات المسلحة التركية وبحسب التقارير فإنه سيتم تسليم أول شحنات من المسيرة التركية أكنجيتها العملاقة والتي يبلغ وزنها خمسة ونص طن إلى القوات المسلحة التركية في أقرب وقت وخلال هذه السنة سيتم عملية التسليم وقد أكملت المسيرة بنجاح اختبارات الارتفاعات العالية والسرعة العالية وتستطيع المسيرة التركية المميزة أن تصل إلى ارتفاع أربعين ألف قدم وتبقى في الهواء لمدة أربعة وعشرين ساعة يشار إلى أن أربع دول فقط في العالم بإمكانهم إنتاج المسيرة التركية الجديدة والتي تتمتع بالمميزات العديدة لمتابعة تفصيلات هذا الموضوع أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد طورت تركيا مسيرتها أكنجيتها ذات المحركين بجهود محلية ووطنية وقد صمم المسيرة التركية أكنجيتها مهندس شركة بايكار التركية ونجحت المسيرة أكنجيتها والتي بدأت رحلتها التجربية عام 2018 من اجتياز جميع الاختبارات بنجاح يشار إلى أن أربع دول فقط في العالم بإمكانهم إنتاج المسيرة التركية الجديدة والتي يمكنها حمل الذخيرة التي يمكن للطائرة F-16 حملها وتشغيل الرادار في الهواء كما أنه أيضا تم تطوير جميع الأجزاء الإلكترونية والبرامج والميكانيكا والديناميكا الهوائية للمسيرة بشكل كامل بالإمكانيات المحلية التركية وبفضل المسيرة الجديدة ستنتقل تركيا إلى مكان أعلى وستكتسب قوة إضافية جديدة حيث يمكن للمسيرة أكنجيتها والتي يبلغ وزنها خمسة ونص طن أن تصل إلى ارتفاع أربعين ألف قدم كما يمكنها البقاء لمدة يوم كامل على هذا الارتفاع ويبلغ طول جناحيها عشرين مترا وهي مجهزة أيضا برادار وطني بالإضافة إلى خط رؤية وأنظمة أقمار صناعية محلية وتمتلك هذه المسيرة أيضا القدرة لتحميل الأشياء حتى 900 كيلو جرام وستعمل مسيرة أكنجيتها بأنظمة اتصالات عبر الأقمار الصناعية الحديثة بالإضافة إلى رادارات الهواء ورادار الكشف عن العوائق ورادارات الفتحة الاصطناعية وستكون أيضا أكثر ذكاء وأكثر وعيا بالظروف البيئية بفضل نظام الذكاء الاصطناعي الفريد من نوعه وستؤدي مسيرة أكنجيتها بعض المهام التي تقوم بها الطائرات المقاتلة مما يساهم أيضا في تخفيف العبء في هذا المجال ويمكن تجهيز أكنجيتها التي يمكنها تنفيذ القصف الجوي بالذخيرة والصواريخ والقنابل المحلية والوطنية كما يمكن دمج جميع الذخيرة التي يمكن للطائرة F-16 حملها وصاروخ سوم الذي تنتجه شركة روكستيان في المسيرة بسهولة للغاية ويمكن أيضا التحكم في المسيرة عبر الأقمار الصناعية الوطنية كما أنه من الممكن التحكم بها من محطة التحكم الأرضية المنتجة محليا في تركيا بالكامل هذه صورة أرشفية للرئيس رجب طيب أردغان ويقوم بالتوقيع على هذه الطائرة الهجومية الجبارة والتي ستدخل الخدمة قريبا لتقلب الموازين في العالم بعد أن قلبتها البيرقدارت بي اتنين والتي أقل في الإمكانيات والقدرات بكثير جدا من الطائرة الجديدة أكنجيتها ومن المتوقع أنه ومع إطلاق المسيرة التركية أكنجيتها فإن جميع الموازين على الساحات العالمية والدولية ستتغير حيث ستضف الطائرة التركية مكانة هامة لتركيا بين دول العالم كما استطاعت المسيرة التركية أكنجيتها وحتى قبل إطلاقها بشكل نهائي أن تجذب انتباه العديد من البلدان وتظفر بمديح الكثير من وسائل الإعلام الدولية والعالمية العالم الذي ملئ ضجيجا عبر صحافته الأسبانية والألمانية والأمريكية والأوروبية والروسية هذه الطائرة التي فعلت الأفعيل بالأرمن في إقليم ناجورنو كرباغ وكذلك بقوات حفتر في ليبيا وكذلك أيضا بالمتمردين والإرهابيين في سوريا والعراق لا شك أن هذه الطائرة قد رفعت من مكان التركية العسكرية والدبلوماسية والسياسية لأن الدول الضعيفة لا مكان لها على الخريطة والدول بميزان القوى التي تمتلكها أي أنك كلما امتلكت قوة الردع كلما امتلكت القوى العسكرية روسيا ما قيمت روسيا بلا إمكانيات عسكرية ما قيمت أمريكا بلا قدر عسكرية ما قيمت فرنسا ما قيمت بريطانيا نجد دول كبيرة مثل اليابان ومثل ألمانيا الآن تجدها لأن موازين القوى العسكرية لديها ضعيفة بينما تمتلك من الإمكانيات التكنولوجية وتمتلك من الاقتصاد الهائل ولكن عدم القدرة العسكرية تجد هذه الدول محتاجة للحماية الأمريكية محتاجة للحماية الغربية بل تجد الدول الكبرى التي تمتلك الأسلحة النووية وتمتلك القدرات العسكرية الاستراتيجية هي التي تتحكم في مجلس الأمن الخمسة الكبار الذين لهم حق الفيتو هي الدول التي تمتلك القوى النووية وقوة الردع في العالم فنحن كما قلنا ونكرر في عالم لا يعرف إلا لغة الأقوياء ولا يحترم إلا الأقوياء ونحن في عالم مليء بالذئاب وكما قلنا ما لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب لذلك تركيا تحفر بأظافرها في النحاس وفي الأحجار وتبذل المستحيل لكي تتجاوز عنق الزجاجة نجد مؤامرات خارجية وداخلية ونجد تربص بأردغان وتركيا في انتخابات 23 بل ومحاولة إجبار تركيا وأردغان على انتخابات مبكرة حتى لا تصل تركيا إلى عام 23 وهي قوية وهي بقيادة الرئيس أردغان يحاول أن يوقف تركيا بكل ما أوتوا من قوة بينما تحاول تركيا بقيادة أردغان بكل ما أوتيت من قوة أن تتجاوز هذه الصعاب وتكون كلمة السر في الحالة التركية المسيرات الجوية بيرقدار وأكنجي وغيرها من طائرات أذهلت العالم بل إن المسيرات أصبحت الآن تعمم في الحالة التركية لتكون في الزوارق الحربية وفي السفن وفي الدبابات والمضرعات وغيرها تركيا تمثل حالة جديدة في القوة العسكرية والصناعات الدفاعية وتصبح هذه الطائرة الجديدة أقنجيتها هي أحد هذه المسيرات الاستراتيجية التي ستضيف قوة إلى قوة تركيا نسأل الله عز وجل أن يحفظ تركيا والرئيس رجب طيب أردغان وأن يوفقهم لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر